بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلاب العزاء في تدريبات الفصل السابع ونهاية مقرر الفيزياء واحد الصف الأول الثانوي دعونا سريعا نبدأ في التدريبات نشوف كده مع بعض النوع الأول من الأسئلة السؤال الأول هنا اختر الإجابة الصحيح نشوف كده رقم واحد بولي توصل العالم في فراغ طبعا إلى أن الأرض والكواكب تدور جميعها حول الشمس احنا أخذنا طبعا أراء كثيرة فمين العالم اللي هو أشار بهذا الشيء طبعا العالم زي ما احنا عارفين كوبار نيكس رقم اثنين الزمن الدوري للمذنب هالبوب كم سنة طبعا احنا قسمنا المذنبات إلى قسمين وهالبوب كان مشهور جدا لأن زمن الدوري كان من شباب الفين وربعمائة سنة الزمن الدوري للمذنب هالي ايه علاقته فراغ متين سنة طبعا يا ترى أصغر من ولا يساوي ولا أكبر من ولا أقل من احنا أخذنا مع بعض المعلومة وطبعا مذنب ده زمن الدوري أصغر من متين سنة نكمل أسئلة اختر هنا بقول لي برضو لقياس قوة الجاذبية بين جسمين تستخدم تجربة تجربة مين طبعا من أشهر تجارب معنا اللي هي تجربة كافيندش تجربة كافيندش رقم اتنين السؤال بأسلوب آخر تستخدم تجربة كافيندش في قياس طبعا استفدنا منها في قياس مين زي ما احنا أخذنا قياس ثابت الجاذب الايه الكوني اللي هو كابتال جي نروح للسؤال ثلاثة كلما ابتعدنا عن الأرض فإن التسارع الناتج عن الجاذبية طبعا ايه رأيك يا شباب التسارع الجاذبية كلما ارتفعنا مسافات كبيرة جدا يحدث له ايه بينقص بينقص السؤال الرقم اربعة وحدة قياس مجال الجاذبية وحدة قياس مجال الجاذبية طبعا مشهورة وحدة جديدة علينا ولازم نخبرنا منها كويس اللي هي نيوتن لكل كيلو جرام امور واضحة نروح لسؤال نوع آخر من الاسئلة زي اسئلة المصطلح الهلمي السؤال الاول الكواكب تتحرك في مدارات اهليليجية وتكون الشمس في احدى البقرتين طبعا ده مين ده اللي احنا اطلقنا عليه قانون كبلر الاول رقم اتنين برضو مصطلح الزمن اللازم لكوكب ليكمل دورة واحدة حول الشمس طبعا واضح من التعريفات السهلة جدا اللي احنا سمنا باسم الزمن الدوري فقرة تلاتة الخط الوهمي من الشمس الى الكواكب يمسح مساحات متساوية في فترات زمنية متساوية احنا اتفاجنا اما اسمع شوف كلمة الخط الوهمي وبدأ ايه يا شباب قانون كبلر الثاني نروح لفقرة اربعة مربع نسبة الزمن الدوري لاي كوكبين يساوي مكعب النسبة بين متوسط بعديهما عن الشمس قلنا دايما المربع الزمني ومتوسط مكعب البعدين يبقى ازا ده قانون كبلر الثالث الامور واضحة خلينا نكمل برضو تابع المصطلح قوة جذب الارض للجسم ده اسمه ايه؟ ده احنا بنسميه ها؟ الوزن طيب رقم اتنين حالة يكون فيها الوزن الظاهري للجسم صفرا الوزن الظاهري للجسم صفرا ده اسمه ايه؟ ده اللي احنا بنسميها انعدام الوزن رقم ثلاثة قوة الجاذبية بين الجسمين تتناسب طردية لما حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهم بين مركزيهما طبعا من اشهر القوانين عندنا في الفيزي اللي هو قانون الجاذب الايه؟ الكوني اه لنيوتين اه اتوقع الامور ان شاء الله واضحة بالنسبة لك جدا نروح لنوع اخر من الاسئلة برضو اللي هو اه نوع جديد من الاسئلة وبردو من الاسئلة الهامة استخدامات بعض الاجزاء او الاجهزة اللي مرت عنها في المنهج الفصل الاخير الميزان الزومبوركي الميزان زو الكفتين ميزان كافندش والمخبار المدرج خلينا نبدأ كده ناخد فقرة فقرة يطر الميزان الزومبوركي بنستخدمه فيه؟ ايوة احسنت بنستخدمه فيه قياس الوازن طيب الميزان زو الكفتين في قياس الكتلة طيب الميزان رقم تلاتة اللي هو ميزان كافندش خذنا لسه فقرة هو قياس قوة الجاذبية بين جسمين رقم أربعة طبعا المخبار المدرج وقياس حجوم السوائل الأمور واضحة نشوف كذا السؤال التالي وهذا من أسئلة أكمل الفراغ هنا عندي هو عدة جمل ومحتاج أكمل الفراغات بالكلمة أو بالكلمات المناسبة علميا وتكون صحيح علميا بقولي في الفضاء الخارجي وزن الجسم طبعا أكيد هيسويه صفر أحسنت